احصدنا مسرح الدانة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك حفلاً غنائياً كبيراً أحيط الفنان أحلام حيث شهدت الفعالية حضوراً كبيراً من المواطنين والمقيمين وزوار مملكة البحرين حضور جماهري كبير في ثاني أيام عيد الفطر المبارك الحفلة التي أقامها مسرح الدانة والتي شهدت تواجد المطربة أحلام لتتحفى الجمهور بمجموعة من الأغاني في أمسية طربية جميلة تبشر بعودة الحياة إلى طبيعتها ما قبل جائحة كورونا أول شيء أتقدم بأسمى آيات التبريكات إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان الخليفة يا رب بحفظه كل عام وجلالتك بخير ويا رب أيامك كلها سعادة أيامك كلها فرح وإلى سمو ولي عهده إن شاء الله دائما البحرين في عز ورخة في ظلكم وإلى شعب البحرين وإلى كل من يسكن البحرين كل عام وتغنت الفنانة أحلام بأغاني خاصة بها مملكة البحرين وجموع الحاضرين لهذه الفعالية رفعوا الأعلام في هذا الجو الطربي والاحتفالي الذي جمع المواطنين والمقيمين وزوار المملكة على مدرجات مسرح الدانة البحرين أهل الطرب أهل الفن اللي صدمني حفظهم لكل الأغاني سواء قديمة يعني أنت تتكلم عن 25 سنة يعني عن جيل كامل قاعد موجود وعمر صغير يغنون الأغاني القديمة فعلا يعني أسعدتوني أبعدكم لما رح أغيب عنكم مسرح الدانة الذي تم افتتاحه عام 2021 أصبح قبلة لاحتضان الفعاليات الغنائية الكبيرة فالطاقة الاستيعابية علاوة على التجهيزات والخدمات تسهم في النهوض بصناعة الترفيه في مملكة البحرين إلى أفاق أرحب ترجمة نانسي قنقر